هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموشي مش رموشي ماشي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري أوكي شلال بتاع دي السلالة طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولة لمتد قوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني اوه ما عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأساسية اللي عايزكم تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شارك حياته أو في الإنسانة اللي معجب بيها إلا إن سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء فيه ناس تحب الطويلة فيه ناس تحب القصيرة فيه ناس تحب السمرة فيه ناس تحب البيضة فيه ناس تحب الشعر الطويل فيه ناس تحب الشعر القصير فيه ناس ما بفرقش معه الشعر خالص كل وارد فيه ناس بتحب البنت اللي هي اللي أنها خضرة فيه ناس تحب البنت اللي أنها السودة لكن مفيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا راجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصاً إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 فيه تسمية قالت اسمها الاندماج العظمي على الظاهرة اتوجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعاً واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل للشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الأسنان لأول المريضة البشرية اسمها غستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جداً اسمها الاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أم فيه طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جداً تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة عن العصب وبعيدة عن الجيب الأم فيه وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراع نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبوابيل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليلي والممتع دائماً أستاذ دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أدايك مرسل تشخيص إهمال الأسنان كاريس يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلية يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حشوة تجميلية؟ خلما لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهمي الأسنان في مرحلة ذا عالم طب أسنان للأطفال بقى عالم مهم كده شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة من غير تحضير أربع ساعة عابت خلص الزرح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من لديك داخل الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتورة علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اسمحوا ليون رحب بطايف العزيز اللي هي متعنا النهاردة بحوار أكيد يعني ممتع جدا وجديد لأنه فيه دمج بين حاجتين مهمين أوي طايف العزيز وستدكتور شديد علي حسين أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أيه بقى عندما أجمع مثلا اتنين تكنولوجيا يخدموا بعض بس قبل ما ندخل على التكنولوجيا انت عارفي عايز أبدألك بحتة مهمة فيه ناس كتير أو معا انت بص لي سنة واقعة وبيصرف لس في الهيافة مش عارف إيه مش عارف إيه لا يحصلوا من جراء هذه السنة المفقودة والاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن إحنا في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الأولنية هو إن الإحساس إن الموضوع هيبقى مؤلم وياخد وقت فممكن يبقى كسل أو خوف الحاجة التانية إنه هو يبقى شاف experience أو شاف خبرة من حد تاني مش كويسة أو سمع كلام من الناس بتحسسوا إن الموضوع بسيط أو هو حاول إنه هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما كلهم يحاول إنه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي إنه هو هيداز إنه إن المشكلة دي ممكن تؤدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ال دايما يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايزة أقول لك ابتدت إن هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف إيه والكلام دي كله مجرد نبتدت سنانه كان الأول سنانه الخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش أكبر سنة كتير جدا هضم ووحش جدا وبيز وتخين ومش عارف يبقى حاسس إنه هو مبسوط والحاجات الهلسي علشان اللايفستايل كله بادي من الفم بيت الداء على قوله رسوله السلام إن بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني حسبه من قدم له قيمات إنه يقب له عضو ده طبعا فلما منيجي نتكلم إحنا جنرال ابتدينا إن إحنا يعني مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن experience بتاعت الناس نوصلها يعني للألتمت زي ما بيقول أول حاجة حراكة بتدريس يمكن بموضوع الاندماج العظمي أو الاستوينتجريشن وأول واحد فعلا عملها هو برانا مارك وأحسن ده كان دكتور عظام بيحاول إنه هو كان يعني معاقر شين كان والده غني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا ده محرك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيوم كان هو ده الدهب لبيض بتاع زمان كان التايتينيوم ده الحاجة إيه قبل البلاتينيوم كويس هو داركر شوية عن البلاتينيوم وبرضه عنصر من العناصر الخاملة الندرة في أعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجي برد فعل العظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها إنه هو كان دخ حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجي إن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي ذي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هايل فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي إنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فابتدينا إن إحنا ندمج الشكل الحلو بتاع الفورسلان الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الألترا ترانسلوسين زيركونيا مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الأساسية إنه هو محتاج مكان من نوع معين مكان اللي هو الـ CNC كبير جداً محتاج ديزاينز عنيفة لأنه هو الموشنز أو حركة المكنة اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمان لين صناعي وليس لين طبي to support line الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده كاكوست أفاكتيفنس أو إن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع إنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ماينفعش واحد في عيادته يجيب مكينة تايتينيوم مكينة هيوج ماشين عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكينة زي ما حريك شايفها كده مكينة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عرفش هاي نواية وصلت أربعين عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الكباسيتي أو الكام إن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل التايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي التي دايموند اللي إحنا قدرنا إنه إحنا نعملها وذر محراك شايف كده تايتينيوم إختصار تايتينيوم بلاس دايموند اللي هو الUTML اللي الألترا ترانسلوسيون certification بلاس زركونيوم اعه تايتينيوم وزيركونيوم الزيركونيوم اللي إحنا متعودين عليه بتعامل بالكمبيوتر وتايتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده مدينا أولا في التركيب إن أنا أقدر أركب فترة أسيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حوليها أولا جدا اللي الالتحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزنة تايتين يمدخوف في الريشة عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لأنه ما فيش فتلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللاسة بتتعامل معها بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتين يمدخ انت ما بتشوفوش ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي حاليك بتشوفوه هو والتركيبات اللي هي بالنسبة لللي عندهم نقص في اللاسة يعني اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان إنه ما فيهوش أي مادة لاسة يعني يمكن كنا منتكلم عن حاجات دي في السنجل إيمبلانس في الزراعات اللي هي بتاعت السنان المنفردة إن دايما مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث البرئيمبلانتايتس أو الالتهاب ما حول الزرع ليه لأن مادة اللازق دي بتنزل بتادي تعمل التهاب حاجة فيماها كأنه الجسم يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل الالتهاب وبوست لاي إن فيه ورم حوالين الزرع بعد ما بيلزق التربوش أو بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيوم ده بيطرب التايتينيوم في تايتينيوم فأصبح مفيش أي مادة لازق موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما فده الجزء بتاع التركيبات يعني إحنا اللي هو الجزء بتاع الطاي دايمون دايماً المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي إن أنا بقى طب ده جزء بتاع التركيبة إحنا خدناها من الآخر للأول طب الجزء بتاع إن أنا حط الزرعة جزء بتاع أنا حط الزرعة كنا بنشتغل عن طريق أشعة المقطعية العادية وإن إحنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي هو ده يمكن منظر التركيبة الطاي دايموند هي عبارة عن لسة وأسنان من جوة بقى الطايتينيوم حراك شايفه مش شايفه هو من جوة والناحية اللي لزقة في اللسة من فوق فده بيطربط عليه الطايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور أيمان أنت تشيله هوى خف الرش تمام؟ ليه؟ لأنه هو مادة الطايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 طايتينيوم هو قوي السببين يا دكتور أيمان السبب الأولاني أنه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي أن ما فيه surface energy بتاعته أو الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش أي حاجة تلتصق بيه في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على لو دست عليه بعربية نا تقدرشن انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء تبرا عايز إليك بس ميزة أن الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه طبعا طبعا أنا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي أو الفك العلو فك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد أصبح المجهود على العضلة دي أكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز أو بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة أكتر فطبعا أنا بحطه أساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة كبير في السن كبير أو أنه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فأنا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صدع النصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصدع النصف منين وتلاقيه روح يقول لفها ده كاتر الأعصاب وده كاتر الأنف والأذن وده كاترة الرمض وده كاترة كل التخصصات علشان يعمل يشوف الصدع النصف لي وسبب أنه هو حط كبير تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناها هو يبقى صدع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صدع شد عضلي بالزبط يجي ممكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي إن أنا أحط الزرعات إزاي دلوقتي أصبح عندنا في حاجة اختراعة برضو جديد اسمه النافي دانت النافي دانت ده أو الأشعة التفاعلية هو اختراع ونافي ده اختصار إيه نافي جيشن في الدانتل نافي جيشن يعني ملاح بالزبط جاي جي بي اس كده وهو تعريف العلمي دايناميك نافي جيشن سيستم يعني الملاح الحركي أو أثناء الحركة أثناء الفعلي أثناء العمل أثناء الحركة أنا بشتغل بزرق بالزبط هو ده فكرته ببساطة إحنا بنحط زرعات اللي في التجاهات صعبة زي الأولونفور بنحط الزرعة ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الأنفي عايزة حط الزرعة في مكان علشان أمن يعني أوفر على المريض ده أنه نزرع عض فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة داي المحركة شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجد بتاعه التارجد بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرعة زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبقينها في الصورة الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين احنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في أي حتة أنا عايزها دكتور أين ولترالي في أي حتة جاعة الجبل جنب عصب في أي حتة في أي حتة أنا عايزها وأنا مش خايف ليه؟ لأن أنا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي أنا همشي به فين ويوري حضرتك ترجل زي ما أنت شايف كده تفضل ماشي موجهك أنت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي إحنا عملنا لها بلانيج أو اللي إحنا عملنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل مماشيك يقولك لأ خش يمين شوية خش شمال شوية أوقف أوقف في 30 ثانية قدامك كمان شوية وطقف أول ما توصل للعمق طقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش أرور 3 من 10 تلاف 3 من 10 تلاف من الملي يعني تقريبا ولا أي حاجة فبالتالي أنا النهاردة قدرت إن أنا حط زرعة بدون جراح في 30 ثانية من غير معمل خطوات مقاسات عشان أعمل دليل جراحي قدرت أشوف ودي ميزة كانت حلم إن أنا يبقى بدل أكني بقول إكس راي فيلم إكس راي أو صورة أشعة بقى عندي فيلم أشعة بدل ما أنا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور وراء بعضة بالزبط بالزبط بقدر إن أنا أمشي عايز أخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز أعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز أحط ده أفكرني بإيه النافي سيستم النافي سيستم يفكرني زي ما يكون إنت رايح مشوار وواحد مهتمي بيكلم هو بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده أنت بيصور لك وهو بيقول لك إيه إنت وإنت ماشي كده فيه قدامك صور مدرسة آه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيوصف لك وسابك لا ده هو معاك أول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل آه كويس يعني هو ده لوقت التسلا بقى اللي هو العربية التسلا ده لوقت بتمشي الواحدة كويس تسلا ماشي هتخبرنك بعد الهواء فهو هو متوجه إنه هو أنا قيله أنا عايز روح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو بتاعت العصر اللي بعيد عن الزحمة آه والذي بالزبط جوجل كويس يقول لك لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها يقوم كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك الشمال هو الجهاز ده بيوقف لو إنت دخلت على حتة غلط لو إنت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف دوران يقوم واقف دوران اللي هو الحفار الحفار ده أو الزرعة نفسها بحط الزرعة ما هو أصل ده تعارف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه إن احنا بنحفر بيه بس لا انت مش تحفر بس انت بنعمل ده انت بتحفر وبتحط الزرعة وبتام كل حاجة بالجهاز ليه انت كل ما بتقرب من العضم هو بيوريه لك انت فين بيوريك مقطع عردي ومقطع طولي ومقطع كروس اكشن سؤال مهم باللوقتي وانت بتحفر مهمة أو بالنسبة لك بتعرف انت بتحفر فين بعيدة عن عصب بعيدة عن جبقانفي صح تمام تم انت كده امان بانت لما حفرتي تمام لما حط الزرعة هحتاجه تاني في ايه هحتاجه تاني إن ما يحصلش برضه لنهاردة أنا ممكن اعدي من جنب العصب بنص مليا دكتور عين وانت بتحط الزرعة تروح جايب العصب وانا بيحط الزرعة مياه لإيدي شوية كده ومخبط العصب بس أراك فيه بقيت عندي بروح دكتور سنان لا بس سؤال الفات ده سؤال الفات ده هو العظيم هو ما بيسبش نسبة أرور بيوصلك لغاية برد الأمان ايه وصلك لحد ما تحط الزرعة خلاص حطيت الزرعة جوه فم المريض خلاص هو بقى خلاص بقى أنا كده تمام وهو عارف نوعك انت عارف حضرتك جزء من التعال learning curve ده الجهاز ده صعب جدا ليه انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل أداة عندك تعرفه عليها كويس بنقعد نعرفه قبل طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه أنا والله عندي الزرعات أطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأه ويعمل calipration يلازم يقرأ calipration يقيسه يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك أي حركة يوصفها لك صح ما في المال يبقى هو عارف فهو يعني هذا الشنيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بيصوم كأد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضه اللي أنا بحبش أدخل الناس في تفاصيل كتير بس كلمة حفر ده ما بقيتش موجودة ليه بقى احنا كنا زمان لما بنيجي كان في حاجة اسمها mechanical drilling كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس فكان حتى الحفر ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها biological insertion biological insertion ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس بأداة بدل ما كانه مثلا خمس ستة أداوات أداة واحدة وبعدين قم حطت الزرع بضغط بسيط من طبعا تورك يعني عزم من الجهاز والزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندوش يا دكتور أيمان عارب أكدنك ايه بتزق العضم شوية كده لبرة وتقوم مزحلقها في النص كويس عشان ما تهدرش عضم عشان ما هدرش عضم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي أصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة لوحدة دي عايزة حلقة والله عزيز ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور أيمان بتاعت النافيدنت ما هو النافيدنت مش مجرد جهاز بس بيقول لنا الاتجاه لا ده ليه فتب معين في الحفر في أو ملاش الحفر بقى الوضع الزرعة ليه ستب معين في التصميم بس هو خطواته الشبه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص هو بياخد أشعة وبيخش حط الزرعة ما عادش فيه مقاس في النص ما عادش فيه دليل جراحي بيتصنع ما عادش فيه تكلفة دليل جراحي ما أخد بالك من النقطة برضو أنا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليها تكلفة عليها وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي ليها تكلفة عليها وعلى المريد إنما أنا النهاردة هو المريد ما فيش حاجة فيزيك اللي هيدفع فيها فلوس كويس لأ هو هيجي يصور أشعة هيدفع تماني الأشعة وباديين يحط الزرعة بالجهاز ما فيش حاجة هتتصنع مخصوص غير الصوفتوير عشان يدفع تمانها فبالتالي هو بيجي تدفع تماني الزرعة تماني الأشعة ويمشي وحط زرعيته في خمس دقائق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جدا جدا إن أنا النهاردة علشان أحط الزرعة دي بالتكنيك ده خدت وقت قد إيه خمس دقائق زيار تلاتين سنة حطيت الزرعة في تلاتين سنة طيب من النقطة المهمة جدا جدا برضه البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض إزاي زي ما أنت حريك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامل بتاعة الزرعة فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف زي فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب هو زي بالزبط نقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده مفيش منه غير 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها Navident Pre-certification حضرتك لازم تبقى certified علشان تدعي تشتغل بالجهاز ده تمام فبالتالي احنا جبنا راجل international trainer هم اتنين في العالم جبناه في شوين يويت الراجل طبعا الحمد لله زهل قاعد يقول انا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو الراجل اصلا ايطالي بس هو يعني قالك انا ايطاليا كلها ما شفتش الكلام ده وقال منه انا بلف العالم بلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي انا ما شفتش تشطيب وامريكا هي اللي بتعتبر زيكو كده وراح امريكا والله وبيقولي ما شافش زي شاين يويت والله حمد لله حمد لله حاجة تانية انه هو غير الموضوع ال-pre-certification ده كل حالة انت حسين الزرع فين معه عارف معه مصور يقوم مركبهم لك على بعض يقوم ايلك اهو انا عندي ال-error بتاعي zero percent كويس ويقوم باعت للشركة الام الجهاز ده دكتور ايمان في منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم ما فيش غير 18 جهاز نافي دينت الشرق الاوسط كله بالكامل ما فيهوش نافي دينت غيره عند مصر عند شانيوات فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الاوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيتع بيرضاش انها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في السياح العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الاوائل في تكنولوجيا طب الاسلام ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا ان انت تقدم للشركات دي نوع من الاغراء عشان يقبلوا ان هم ينزلوا باجهزتهم في المنطقة ما هو الاغراء بيجي منه انه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لان الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع مستلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده اتراكشن بوينت بالنسبة لهم عميل اعلى سكور للجهاز ده على مستوى العالم ما شاء الله عايز بس وقف عن ثلاث نوع مهمين استفدنا منه من النهرد في عهدتنا انه احنا النهرده الزراعة كان فيه ثلاث تخوفات اولا تخوف الامان انه انا خايف العصب مش عارفيه لا حاجة تانية السرعة لانه كان فيه ناس كتير بتوعد في الزراعة فترة طويلة لا احنا الزراعة السرعة الحاجة التالتة الكفاءة ان التايتانيوم بكفاءته احنا النهارده في الحوار اتكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الاكروسي والكفاءة والسرعة منخصهم في تاي دايموند لازم نحفظ الناس تاي تايموند اختصار تاي تايتانيوم تايموند هو تعبير عن طبيعة السركونيوم انه فيه شبه من الماس السركونيوم حاجة رائع جدا في عالم طب الأسنان من قتل تقدرهم له سموه ضايمة اللي هو الماس يعني جميل ضيف العزيز السيد دكتور شريعي علي حسين كالعادة امتعنا في حوار ممتع جدا فيه واحدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطاط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجاهية الدقة والمتانة الجودة والصرحة صح كده خليكم مع الدكتور كالعادة عالم العيون المثير الأثير بقيمته الكبيرة لكن قبل ما ادخل في الموضوع فيه أفكار شائعة في دماغ الناس عن العيون أو عن النظر عموما لازم تتغير يعني دي حاجات سوابت كده من دايما أفكار الناس عن العيون بتبقى قديمة تراثية وكتير منها بيبقى غلط فمنها مثلا أنه لبس النظارة بيأثر على النظر بيضعف النظر يقول لك ما تلبسش هتطعف لك نظرك بتلبس النظارة ليه وانت صغير كده هتطعف لك نظرك الكلام ده مش صح طبعا مش صح طبعا حاجة تانية فكرة الجلوس الطويل قدام شاشات الكمبيوتر بيتلي في النظر الحقيقة الدراسة البرتنية في اللاجاردين قالت أنه ده مش مؤكد قوي أنه مش للدرجات يعني ده حاجة برضو من الحاجات المهمة قوي برضو فكرة أن القرية في نور مش عالي نور خافت مضر بالعينين ويخرب البصر راشيل فرمن وأكون كارول في 2007 عملوا دراسات كتيرة قال أنه ما بيلحقش أي نوع من الضرار بالنظر فكرة أن الأكل للجزر كتير بيحسن النظر الكلام ده مش صحيح صحيح أن الجزر فيه فيتامين اي وبيساعد على تخفيض مخاطر تطور أمراض العين لكن فيه جامعات قالت أنه كميات يعني الجزر مش بيخلي النظر يتغير يعني سالب عشرة مهما قال إن شاء الله يأكل فدان جزر مش هيتحسن قالك أنه حاول عند الأطفال بيزول لوحده بيخف لوحده الكلام ده مش مؤكد مش صح يعني الحاول ده مرض ينبغي إن إحنا ننظر له نظرة مميزة جدا عند دكتور العيون مش يتسابع لكن بتشاف ازاي أو بتعليك زي قصة كبيرة جدا ف يعني دايما العيون حواليها الكثير جدا من المغلطات النهار ده حوار خاص جدا عن تصريح الإبصار وبرضو يعني أكيد سنتطلق إلى أجزاء من اللي أنا قلتها دي مع ضيفي العزيز القمة العلمي الكبير والاسم الكبير اللي بفتخر بوجوده معنا في الدكتور وبسعد جدا لأنه واحد من الذين بني الدكتور على وجوده أيضا كريزمة خاصة أكاديمي من طراز رفيع وجراح عالمي بمعنى الكلمة ضيف العزيز الأساس الدكتور وحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسية تديك إي حق إنه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات يناسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات يناسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات يناسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه معداش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضى بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضى في نوع تاني من ضعف النظر بقى نتيجة تلزق نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبعتاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية اسمحوا لي أنا أرحب بضيف العزيز القيمة الألمية الكبيرة السؤس الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة عين شمس والجراح الكبير أهلا بيك دكتور أحمد بي أهلا وسهلا وأهلا بيكو في الدكتور في الدكتور أنا بس عايز أعلق شوية ممكن بعد إذنك طبعا أولا الكلام اللي حيقولته صح 100% إن موضوع مثلا على سبيل المثال موضوع الجذر ده بيأوي النظر دي يمكن جاي على السجع بتاع الأغنية يعني لكن مش والجذر آه فيه فيتامين ألف بس مش هو الوحيد الأكتر حاجة فيها فيتامين ألف رقم واحدة مش مش على سبيل المثال فيه فيتامين ألف أكتر من الجذر بكتير فلو أنا عايز أقوي النظر لو هو مقولة دي صحيحة يبقى أنا مفروضة أكل مش 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 أكل جذر على سبيل المثال يعني الحاجة التانية إن هو الفيتامين ألف مش هو ده العام الأساسي اللي بيتحكم في النظر فيه حاجات كتيرة جدا وكإحتياجات العين من الفيتامين ألف بتكون قلالة جدا وعشان يبقى عندي نقص من الفيتامين ألف علشان يبقى يقدي إلى ضعف النظر فهيبقى مصاحب مع أعراض تانية زي تأشير في الجلد على سبيل المثال فديها تظهر قبل ما يظهر حتى ضعف النظر فهي كلامك مزبوط 100% قصة موضوع الكمبيوتر وموضوع التلفزيون هو مجهد للعين لكن مش بيضعف النظر يعني مش هو ده اللي يخليه السالب يتغير بسرعة لكن هو كعامل مساعد ممكن أنا طول ما ببص على حاجة قريبة ممكن ده يساعد أن أسر النظر اللي هو عندي يتكون ويبقى أكتر وكلما ببص اللي بعيد كلما بيكون أحسن لكن ما فيش إشاعة بيطلع من التلفزيون زي ما كنا زمان بنقول أو زي ما كان أشيعة زمان إن فيه إشاعة بيطلع من التلفزيون يبوز إليه فكلام حقيقي مظبوط أنا بس عايز أعلق على نقطة الدول والحاول لا يتحسن الحاول في بعض الأوقات يمكن ليه يتحفز شوية صغيرين على الكلمة دين في بعض الناس هم عندهم حاول لكن هم عندهمش حاول الأطفال الصغيرين في بعض الأطفال هم تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاق أنه عنده حاول لكن هم عندهش حاول ده بتحسن تلقائيا بس هو بالأول هو مش حاول بنقول عليه حاول كاذب ده مش حاول أساسا مجرد معضمة المناخير تكبر شوية صغيرين فتحة العين شكلها يتغير مع نمو الطفل الحاول ده بيتلاشي أو شكل الحاول ده بيتلاشي لكن في بعض الأطفال عندهم حاول فعلا دول لازم يتدخل تدخل ده ممكن يكون بسيط جدا زي النظارة أو يكون عملية عايزة روح بقى للليزك الليزك عملية مهمة جدا مشهورة جدا لكن حواليها الكثير من النقاط اللي تحتاج توضيح مش نقول لغة لكن توضيحات أولا هي الليزك من أشهر وأنجح عمليات العيون لكن ليها كراتيريا أو ليها شروط لازم الشروط دي تستوفى في عين المريض علشان تبقى العملية نكحة لو الشروط دي مش مستوفى فالعملية نتاجتها مش هتكون مرضية للعين خالص وبالتاني ممكن العين دي يرجع يلبس نظارة تاني وما يبقاش مبسوط من نتيجة العملية وساعات يبقى مقاس النظارة اللي هلبسه بعد الليزك أسوأ من مقاس النظارة اللي كان لابسه قبل الليزك ده نتيجة حاجات أعوامل كتير جدا نتيجة أن الأول ما كانش المريض دي نفعله الليزك دي رقم واحد رقم اتنين ممكن جدا أساسا الجهاز الليزك أننا استخدمته كان جهاز قديم أو أننا عملت قطع في القرانية بالمشرط مش عملته بالفم توليزر زي ما احنا بنتجلم بالوقت في الطريقة الحديثة في أسباب كتيرة جدا بتخلي أن المريض أو صومت الليزك حتى متبقاش يعني في بعض الناس يسمع يقول لك أنا عملت الليزك والبقى رجعت لبست نظارة تاني العملية بايزة العملية مش حالوة أوبع تعمل الليزك الكلام دا مش مظبوط لا إن لو على هذا المنوال المفروض أن أنا مركبش بقى عربية إن العربية بتعمل حدثة ولا أركب طيارة عشان الطيارة بتقع فبالتالي الطيارات كلها وحشة والعربات كلها بتعمل مشاكل فما أركبش العربية ولا أركب طيارة وأرجع أركب حنطور بتاع زمان الكلام دا مش مظبوط العملية دي عملية نكحة جدا لكن عايزين نوضح بس إن هي ليها شروط وليها بدائل أنا عايز أوضح بس فكرة الليزك الليزك القرانية نفسيها بتاعتنا اللي هو الجزء الخارجي من العين عبارة عن طبقات زي زي الورق دا حوالي 200 طبقة الليزر السطحة أو الليزك في العساسة إن احنا بنشيل بنعمل قطع من القرانية كده وننزل شو على الليزر الفيلم هنا بيبين القطع دا ممكن يتم بالليزر ممكن يتم بالمشرت فإحنا هنا بنعمل القطع بالليزر لكن في جميع الحوالي فيه شريحة من القرانية أنا بشيلها شريحة دي عبارة عن مجموعة من الطبقات السطحية بشيلها وخلي شو على الليزر بعد كده ينسل ورجع تاني الطبقة دي تاني مكان المشكلة هنا هوت المشكلة بقى فيه لما بعد القطع دا لما عملته هنا هوت لو بصينا بالكاميرا هنا وتعالجزء دا هنا هوت المشكلة دي لما بقطع كده هوت وبرجع شو على الليزر هنا هوت ورايح مرجع شو على الليزر تاني كده هوت أسف أرجع طبقة القرانية تاني كده هوت دي ما بتبقاش ثابتة في مكانها فممكن تتحرك مكانها خاصة في الأيام الأولى بعد العملية لو دعك المريض إيدي فعنيه وفي نفس وقت بتضعف نسيق القرانية ككل نسيق القرانية بيكون من 200 طبعة بالمنظر دا كأنها زي الكاشكول دا أو زي الكورس دي أو الورق دا فهين هوت القطع اللي أنا عملته ورجعته تاني هو بيلحم بس ما بيساهمش في الأنسجة بتاعت القرانية في قوتها بيبقى ضعيف فتبقى القرانية ضعيفة فلو من الأول القرانية بتاعت المريض دا رفيع عدد الطبقات قليل أو هي ضعيفة خلقيا من فعش لزك طب نعمل إيه في هذه الحالة؟ في بدايل في بدايل الليزك كان عندنا قبل الليزك لزر السطحي الليزر السطحي يعني شو عن الليزر ينزل على سطح القرانية السطح القرانية دا عبارة عن طبقة واحدة من خلايا بنشيلها بطريقة أخرى وينزل على السطح القرانية مباشرة أنا ما بشيل شيء الشريحة دي خالص زي ما عملت في الليزك بينزل على السطح القرانية المشكلة في الليزر السطحي ما خدش شيء يعني شعبية قوي زي الليزك ليه؟ إن إن السطح القرانية فيه أعصاب بيحس بالألم فلما بنعمل العملية على هذه الطبقة العيان بيشتكي إنه بيحس بشبورة فيهنية وألم لمدة 4-5 تيام وساعات الشبورة بتمتد لمدة أسبوعين بعد العملية ففترة النقاعة بتكون سخيفة شوية فالليزر السطحي ظهر قبل الليزك هنا دي طبقة خلايا بتتشيل بس كده هوت لكن شعال الليزر بينزل على سطح القرانية إحنا هنا ما عملناش قطع وبالتالي ما عملناش قطع فإحنا هنا ما ضعفناش القرانية زي ما بنعمل فيه الليزك فالليزر السطحي قد يكون أأمن في بعض الأوقات من الليزك عيبوا إن فترة النقاعة بتاعته بتكون أطول من الليزك أنا بشرحها للمارضة الزي إنت دلوقتي ممكن تروح من مصر الجديدة للمهندسين ممكن تركب العربية المكيفة بتاعتك وتنزل لعربية بتاعتك وتروح راكب العربية من الباب توصل لي المكان اللي أنت عايز توصله فيه المهندسين بالعربية طب نفترض أن العربية دي فراميلها بايزة وفي مشكلة في الموتور بالعربية والكبالي متاعتها مش مظبوطة والعربية فراميلها بايزة زي ما قل يبقى أأمن تركب مواصلات ولا تركب العربية لفراميلها بايزة تركب مواصلات المواصلات هتنزل هتمشي شوية تستنى الميكروباس أو توقف في محطة تركب الأوتوبيس هينزلك بس يوقف كذا محطة هينزلك في المكان اللي انت عايز تنزل فيه هتمشي شوية كمان عبل ما توصل للنقطة اللي انت عايزها بالظبط في الحالتين سواء انت ركبت عربيتك أو سواء ركبت المواصلات انت وصلت بس في واحدة وصلتك بطريقة أبطأ شوية نفس الكلام الليزر السطحي مش سيء الليزر السطحي بيديك نفس نتيجة الفيمتوليزك بس بفترة نقاها أطول شوية طب ليه ما بنعملش الليزر السطحي على طول عشان فترة النقاها بتبقى أطول واحنا في الحياة المدنية بتاعتنا ما فيش حد يقدر ياخد أجازة من شغله أسبوعين أو أسبوع حد فيه الناس عايز يتعمل عاملين النهاردة يرجع شغله بعد يومين هنا الليزك يبقى كويس لكن افترض ان ما ينفعش الليزك أو فهمتوا الليزك يبقى ما فيش ما يمنع ان احنا نعمل الليزر السطحي في هذه الحالة عشان كده في المؤتمرات الطبية الخاصة بالليزك طلعت جملة مشهورة او دي اسمها باك تو سيرفس باك تو سيرفس أبليش باك العودة مرة أخرى للسطح للسطحي خاصة ان دلوقتي ظهر حاجات جديدة في الليزر السطحي بقت تدي نتائج أحسن بقت أدق أكتر وفي نفس الوقت فترة النقاها باعتها أكثر لو رجعنا لو خدنا بالنا من الفيلم اولا احنا قلنا القرنية فيه طبقة خلايا احنا لازم نشيلها يدوي او بكحول بتتشيل بك هزا طريقة وبعد كده سطح القرنية اللي هو النسيج نفسه بينزل عليه شعاء الليزر دلوقتي الليزر السطحي الليزر السطحي دلوقتي ما بيناش نعمل الخطوة دي بقى الليزر السطحي بقى نشيل الطبقة دي اللي هي الخلايا دي اللي هي ملهاش قيمة فيه سماكة او نسيج القرنية نفسه ما تأثرش على نسيج القرنية هنا بينشيلها بكحول بنحط كحولة على عين العين مخفف طبعا وبعد كحولة بتتشيل بطريقة يده وبهذا الشكل كده دي بتقلل فترة النقاها او بتطول قاسب فترة النقاها شوي علشان استخدمت مادة كيمائية على سطح القرنية طب دلوقتي فيه ايه الجديد؟ الجديد دلوقتي انه الخطوة دي ما بعملهاش بقى بنعملش الخطوة دي خالص بقى نعمل ايه شواء الليزر نفسه هو بيعمل العمل ايه من اولها الاخرة بنسميها يعني مفيش حاجة تلمس عين العين خالص الليزر هيعمل الطرق اللي هي مدهاش قيمة دي بتتشيل ينزل على السطح القرنية يصلح حيوب الابصار متشكلين منا مسش عين العين طب عايز اسأل السؤال بديهي بقى كان الليزر القديم بيشترد سمك قرنية معين عشان يديني درجات معينة في الاصلح صح كده؟ ولو سمك القرنية مش جيد مش هادر اصلح قوي او اصلح نص ونص في الليزر السطحي انا سمك القرنية هنا لاي عينيه ولا ايه؟ لا يعنيني برضو بس مش بالدرجة زي الليزك يعني الليزك انا محتاج سمك قرنية اكتر نفترض مثلا 500 490 مايكرون او 490 من الالف من المال لكن الليزر السطحي لا ممكن 490 اشتغل وانا مطمئن 485 485 500 او اقل ممكن الليزر السطحي مافيش مشكلة 500 او اكتر الليزك يبقى احسن هنا برضو الفرق ما بين الليزك والليزر السطحي الليزر السطحي بينزل شوع الليزر على سطح القرنية مباشرة دلوقتي الجديد اسمه ستريم لايت يعني الليزر بيبتدي من اول العملية لاخرة خالص مافيش اي خطوات مانيول مافيش اي خطوات بايدي الجراح بيعملها مافيش كحول ولا اي مادة كيميائية بتتحط على عين العيان كله من اوله شوع الليزر بتبقى يعني ساعات بتبقى بيخة شوية زيارين اربع خمس ايام نقوله مافيش داعي تتعرض للشمس البس نظارة شمس لو عايز تنزل للشارع ماعنديش مشكلة خالص هتحسك شوية حرقان وشكشكها بنيدي اطارات مسكنة بنيدي اطارات مخدرة المريض مافيش مايمنع ان هو يمارس حياته اول مايقدر هو ينزل للبيت او ينزل للشغل ماعنديش مشكلة خالص ينزل البيت في ميزة ثانية ان لو داعي كدفة يعني مش يحصل حاجة ان ماعندناش القطع اللي احنا عملنا القطع اللي احنا كنا عاملينه مع الليزك مش موجود فبالتالي نسيج القرنية محتفظ بقوامه محتفظ بسمكته زي ماهاي اذا هل الليزر السطحي اوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات ثانية ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك يعني دي تعتمد على خبرة الجراح وهو رأيه في كل عين ساعات نفصل ما بين العين المين والعين الشمال ممكن نعمل العين الليزر السطحي والعين التانية فيمتوليزك وممكن نعمل الاتنين الليزر السطحي او الاتنين فيمتوليزك على حسب ما انا شايف ده بيخش في القرنية شكل القرنية سمكة القرنية اذا كان الشخص القدامي ده راجل ولا ست سن اخباره ايه بيشتغل ايه الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار عشان يختار الأنسب للشخص انا محبش يقول المريض ليه الشخص نفسه أنسب حل عشان يخليه يقلع النظارة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بالأمان بتاع نظره او سبات النظر بعد العملية على طول اطور فتر عندي كيس مهمة قوي كيس ديت محتاجة بقى ان يفهمها بالراحة خالص عين عمل الليزك او شخص عمل عملية الليزك ويقول ان نظره بعد ما عمل عملية الليزك اتحسن وقعد فترة ممكن سنين ثم عادة يضعف مرة اخرى هل هذه المقولة صحيحة بنشوفها طب ايه الاحتمالات ايه الديفرينشال دي يجنوز بتاع قصر المقولة صحيحة مش خطيئة هو فيه نوعين من ضعف النظر بعد الليزك فيه ضعف النظر طبيعي اولا احنا بني ادمين انسجة حية تتفاعل مع المؤسرات الخارجية عمرنا ما كنا جماد احنا مش خشب ولا حديد احنا بنتفاعل احنا فيه مرحلة نمو مرحلة النمو دي بتختلف من شخص للتاني بتختلف على حسب اللايفستايل بتاع اسلوب الحياة بتاعي انا عادت قدام الكمبيوتر فترات طويلة ده بيساعد على تكون اسر نظر فهنا عندنا نوعين من ضعف النظر فيه ضعف نظر طبيعي يعني هو طبيعي الشخص ده ان ممكن نظر يضعف شوية انا النهاردة سالب واحد بعد خمس سنين ممكن نبقى سالب واحد ونص بعد عشر سنين ممكن نبقى سالب واحد خمس وسبعين جرى العرف ان النظر بيكون سابت في المرحلة العمرية ما بين سن عشرين او طمانتاشر في البنات او عشرين في الولاد حتى سن الاربعين فاذا الفترة دي بنفترض فيها ان النظر سابت لكن وارد ان النظر يضعف بس يضعف حاجات بسيطة مش ملحوظة للمرين ما يحتاجش بسببها هيرجع يلبس نظارة تاني يعني اللي عملت الليزك عنده واحد عنده عشرين او خمس وعشرين سنة المفروض انهم مش هحتاج يلبس نظارة الا عند سن الاربعين وغالبا انه تبقى نظارة ايراية بس لكن كل قاعدة اوليها السسنة ممكن هذا الشخص لانه مفترض ان النظر يكون سابت ممكن نظر يضعف ضعف بسيط بعد خمس ست سنين يضعف نص نمر هنا مش هم عندوش مشكلة الا بالليل هو وسائل عربية ييجي بالليل هو وسائل عربية هيلاحظ ان الرؤية ما بقتش واضحة زي الاول بنخيره نعمل ليزر تاني او ليزك تاني او يلبس نظارة او ممكن يسيب نفسه مش هحصل حاجة لو هو يعني متعايش مع النص نمراء اللي موجودة عنده في نوع تاني من ضعف النظر اللي هو نتيجة نتيجة الليزك نفسه ان هو انا ضعفت انسجة القرانية نفسيها فحصل تدهور او حصل تمدد في انسجة القرانية ان هي بقت ضعيفة ما بتستحملش ضغط العين الطبيعي فبتتمدد لما انسجة القرانية تتمدد ده هيترجم على طول فصورة زغلالة في النظر على طول هنا ده ده المشكلة هنا لازم نتدخل على طول ما بنخيرش العين نقول له بتلبس نظارة ولا تعيش كده وخلاص لا هنا لازم نعمل تثبيت نظر مساعد بنحتاج نزرع حلقات زي قرانية المخروطية بالضبط عظيم عمل اللازر السطحي فيه كم سؤال ماذا بعد اللازر السطحي ماذا يجب ان اتوقع ده سؤال مهم واشكره حالي جدا على السؤال ده انه هو الناس دايما بتقارن اللازر السطحي بالليزك بنقول لهم دي حاجة ودي حاجة اللازك فترة النقاع بتاعته بتبقى حوالي يومين ويقدر المريض يرجع شغله تاني عادي جدا بس بنقوله بس بحرص شوية ما تدعكش ديك في عينيك مثلا اللازر السطحي انا بقول المرضى بتوعي اسبوعين يعني اسبوعين انت هتبقى مداء شوية هتبقى فيه حرقان وشكشكة 4-5 ايام معلش استحمللي فيه وما تدعيش علي فيه وفيه شبورة في العين بعد كده بتوى تحوالي اسبوعين عشان مش بنقول المريض كده عشان يخاف لا بنقوله عشان يتطمن ان لما يسمع ان فلان عمل ليزك ورجع بعد يومين ما يقولش قارن نفسه لا انت تعملك حاجة وده تعمله حاجة تانية خالص انت تعملك الأسلم لعينك انت او لحالتك انت الحاجة التانية برضو يقول المريض انه فترة النقاعة طويل عشان يعمل حسابه عنده مناسبة عنده فرح عنده وحدة عندها مناسبة او فيه واحد عنده شغل لو ما يدارش ياخد أجازة يأجل العملية لغاية ما يعرف ياخد أجازة يعني انت انت مش لازم تعمل عملية دلوقتي ممكن يا سيدي انت مش فاضل يومين دور مش هتقدر تاخد أجازة من شغلك على الأل أسبوع خليها كمان شهر اثنين تلاتة السنة الجاي مش هيحصل حاجة فاحنا لازم ننبه الشخص ان بعد العملية لازم يتوقع ان فيه شوية حرقان وشكشكة فترة النقاعة طويلة هتحتاج تقعد في البيت شوية هتحتاج تلبس نظارة شمس على أول أول أسبوعين وتنازل الشارع انت وليزك هي لا تاخدها بالليزر السطحي نفس حت نفس المميزات كل حاجة كل حاجة الاستعداد فيه استعداد خاص للعملية ديت ولا عادي هو أنا برضو لا يبقى فاهم بس ان فترة النقاعة تبقى طويلة ما فيش حاجة تانية خالص غير زيها زي أي عملية تانية بندي شوية أطراط مضادات حيوية قبل العملية بيوم ولا حاجة وخلاص دي العملية نفسيها بالمناسبة هنا دي العملية بتاعت الليزر السطحي اهو بنقول للمريد ركز على مصدر ضوي قدامك بيختلف من الجهاز سعب يبلونه أحمر سعب يبلونه أخضر بنقول للمريد بس ركز كده قدامك قادي شو على الليزر كده شغال اول مرحلة ده بيشيل الخلايا الخلايا على سطح القرنية اللي احنا كنا بنشيلها بالطريقة اليدوي قبل كده هوت وبعد كده هوت بيكمل على طول تلقائيا هنا بيصلح حيوة الإفسار ان شكل الليزر شكله اختلف شوية هنا بيصلح الأستيجماتيزم حاليا دلوقتي وبعد كده هوت بعد ما بيصلح الأستيجماتيزم واسر النظر الموجودة عند المريد احنا كده خلصنا العملية هنولى عن نور دلوقتي نقول المريد الحطوله قطر نقوله تفضل مع السلام احنا كده خلصنا بس قادي العملية نفسية عبارة عن حوالي 30 ثانية 40 ثانية العين اليمين واللي زيها في العين الشمال ونقول لكم تشكرين خلاص بساعة بنلبس عدسة لسقة عاستقلل شوية صغيرين الشكشكة او الحرقان اللي ممكن المريد يحس بيها لكن 4 تيام بنشيل العدسة لسقة دي والعدسة لسقة مش للنظر يعني للحماية بس لطبقة القرانية هي هو تقلل الإحساس بالشكشكة اللي ممكن المريد يحس بيها بعد العملية بنشيلها بعد 4 تيام وخلاص عظيم هنروح الشارع واسمعك سؤال اعتقد انه هيسأل عن الليزك عموما الناس لسه معداش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطح بزبط لسه مذاكروش الحتة دي تعالوا نشوف مع بعض أنا أخطي عن متن النظرها ضعيف بس هي بتخاف تعمل عملية الليزك بيقولوا ان فيه أضرار علان بعد كده مستقبلا يعني بيقولوا النظر بيركع تاني بس بسرة أوحش من كده كلام ده صح هو أضرار طبعا المشاهد الكريم لقيهم شوية في سؤال هو نفسه بيسأل عن نفسه هو لبسنا الضار قالك أختي عماتا احنا بنرد قريبا نقولك أختك بتيلاقشي الكلام اللي انت قلته ده كلام صح وغلط في نفس الوقت صح لو أنا اخترت عملية الليزك بعد الفحصات وبعد الفحص الدقيق وبعد ما فحصت العين ولقيت إن القرانية دي ما ينفع لها ليزك وأنا صممت كجراح إن أنا أجمد قلبي وأعمل الليزك ليك فبالتالي أو ليها فبالتالي إن العملية هتبقى كويسة لمدة ست وشهور سنة ويبتدي النظر يتدهور وساعتي يبقى يتدهور أوحش من مأس النظارة هي لبسها وغلط عشان أنا لو لقيت الفحصات كويسة وسمكي القرانية كويس وشكلي قرانية كويس وعملت العملية واستخدمت أعلى تكنولوجي موجودة زي الفيمة وليزر ما استخدمتش مشارك خالص وقت العملية وعملت كل حاجة مظبوط وهتلاقي النظر هيبقى ثابت مش هيضعف ولو ضعف زي ما قلنا لسه حالين قبل السؤال ممكن بضعف طبيعي بعد عشر سنين هيضعف نص نمرة مش هتحس بيه يا سيدي لو حسيت بيه تلبس بنظرة بالليل أو نعمل لك ليزر تاني مش هيحصل حاجة يعني بس سؤال هاني كالعادة سؤال مختلف تعالوا نسمعها نعفيد رواية مصرية شهيرة للأديب الكبير يحيى حقي زادت شهرتها مع تقدمها كفيلم سينمائي سنة 1968 بطولة شكري سرحان رواية أنديل مهاشم واحدة من أهم الروايات العربية اللي تناولت طبيب العيون في مواجهة خرافات مجتمعية وصلت إلى حد الاعتقاد بفاعلية زيت مصابيح جامع مهاشم في علاج مشاكل الإبصار ورغم مرور حوالي 80 سنة على تاريخ كتابة الرواية سنة 1940 ورغم ما حدث في المجتمع الشرقي والعربي من تنوير ووعي لسه في ثقافات خاطئة بتواجه الأطباء ومعلومات مشوشة وشائعات مع كل تقنية حديثة على المجتمع يترأي أبرز المعلومات المغلوطة عن التقنيات الحديثة في طب وجراحات العيون طب أنا ألاقص السؤال موضوع كده هياخد وقت موضوع كبير إيه أبرز المعلومات المغلوطة اللي بتسمحها دلوقتي عن الليزك والليزر السطحي أولاً فيه ناس كتير يعني بتعتبر أن الليزر الليزك يسيبك من الليزر السطحي قوي أنه هو مش واخد الشعبية زي الليزك الليزك ممكن منتشر أكتر أو مشهور أكتر ناس كتير تقولك أن الليزك ده مثلاً بيأثر على الشبكية أو بيعمل مياه بيضة لا قليني واضحين أنا عملت الليزك النهاردة جالي مياه بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجيلي مياه بيضة أنا عملت الليزك وعندي سكر ما أثر على الشبكية مش علشان الليزك هو اللي خلى السكر يأثر على الشبكية لا أول سكر من الأول سواء عملت الليزك أو ما عملتش هيأثر على الشبكية رأس أنا عملت الليزك وشكل جفوني أو فيه انتفاخات في الجفون ظهرت بعد العملية الكلام ده مش مظبوط حضرتك ما كنتش متعود على شكلك من غير نظارة فلما قلعت النظارة بيبان الترهولات اللي في الجلد فدي انت مكنتش واخد بالك منها مش بسبب الليزك فدول أشهر ثلاث حاجات بنسمعهم خرافات عن الليزر أو الليزك بمعنى صح كالعادة بتبهرني وبتساعدني جدا بحوارك العلمي الضخيط جدا وبتمتعنا وأنا بشكرك شكرا جزيلا على أنك انت بتعطينا من وقتك وبتشرفنا في هذا اللقاء الممتع والحقيقة دايما بتجسد لي ما كتب عن جراحين العيون ريت حاجة مكتوبة هي مش قديمة ده اللي كتبها زميل يعني كتب عن جراحين العيون مضمون رائع جدا أنه هذا هو الجراح الذي يأتمنه الإنسان على أغلى ما عنده على الجوهرتين اللذين أو الذي يرى بهم جمال الدنيا هو في حد ذاته ينبغي أن ننظر له نظرة إعجاز إزاي وهو كل هذه الكام من التوتر والتركيز ويبدو هادئا كعادتي يعني والعجبني جدا وكلام كتير يا كتبه يعني الزميل عزيز لينا والعجبني جدا في تعريخك على هذا الكلام من أنت قلت إحنا كل كلامك صاحبس إحنا ما نستخدمش دلوقتي مشارك فعلا بقتل نستخدم مشارك كلها بقت ليزر من أول إلى آخر العملية دورتنا الله يخليك بسيك ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكرة أحمد عسف أستاذ طب وجراحات الأيوم بكل الطب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية من الألنر اسم الكبير كانت ضيفية فيه واحدة من أهم المواضيع وأكترها أهمية في عالم تصيح الإبصار وهو الليزر السطحي اللي أعتقد أنه لسه ما أخذش حقه من النحية الثقافية الأعلمية رغم واسع انتشار هذا الموضوع على مستوى تصيح الإبصار في العالم back to the surface أو العودة للسطح الليزر السطحي back to surface ablation أو العودة إلى الليزر السطحي العودة مرة أخرى للليزر السطحي ده شيء مهم جدا وهو ده كان موضوع النهار يفهموا كواس جدا لأنه مهم جدا وخليكوا دايما مع الدكتور الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسلك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المسلك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعيات التحكم البولي الدولي ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المسلك البولية بكلية طب جماعة الجامس زميل جماعة تورونتو وماكيل بكندا عضو جماعيات جراحات المسلك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد الكبير في عالم المسلك أهلا بك أستاذ دكتور الحياة نهاية زابتة الأول بي الموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا ألانين من أول الحلقة كده؟ أنا نفسي ألان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أو قليلا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال وبقى في التوجه أن أورام البرستاطة الخبيثة في بلاد زينا كان بالنسبة لنا زمان قليلة يبتدي بفيه توجه انها بتزيد احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البرساطة في مصر كان بالنسبة لنا اورام البرساطة قليلة لكن في اخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير ستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الاربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الاورام ده هي بتعدي في حياة البني ادم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها و المريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء اخر وجواه ورام بروساطة وفي كثير جدا من الاحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سنة خمسين سنة عايز يعني بتبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانتران المدسين اسأل حضرتك عن الاسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هلال مسألة ورسية بحتة كلام يعني طبي شوية يخص البطن اكتر من الجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هزي اللحظة ايه اللي بيسبب اورام البرسطات ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا اورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اورام المسانة لكن البرسطات ما نعرفش الكلام دا لكن نعرف انه طبيعة الحياة او الستايل بتاع الحياة مؤسر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبة الاصابة بسرطان البرسطات اكتر كدير جدا من الشرق الاوسط احنا مش عارفين صراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورم دوات اليابانين اللي هجروا لامريكا جالهم جدا فهو اكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فاحنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنة ابتدنا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل ان الاورام دي زيت فاحنا حقا ما نعرفش ايه المسببات لكن نعرف انه هو ستايل الحياة بيأثر جدا فيها حدوثه الوراثة ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الافرق اللي هجروا امريكا يعني الافرق اللي هجروا امريكا لقينا ان اورام البروستات الخبيثة منتشرة في عائلات فمعنى كده هو تقنقى ان اكيد ليه تأثير ان فيه تغييرات جينية بتحصل ان فيه تأثير راسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر او في بلاد اخرى كتير او في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش اقول مية في المية لو حد والده حصله يبهي حصله لكن هو على الاقل اللي هما الافرق الهجروا امريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده في واحدة من اهم نقاط الحلقة النهاردة لان ليه تهمنا جدا ازاي نكتشف او رام البروستات بشكل مبكر الصراحة ده سؤال مهم جدا وللأسف الاجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا او رام البروستات الخبيثة ملهاش اي اعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبه ضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول ده ملهوش علاقة باورام البروستات الخبيثة ده ليه علاقة بالتضخم الحميد البروستات اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة باورام البروستات الخبيثة بقول تاني وبكرارة او رام البروستات الخبيثة اعملهاش اي اعراض الا لما تتقدم جدا طب نعرفها ازاي بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مرة كل المريض يروح مرة كل سنة لدكتور الدكتور بيطلب له حاجة من دلات الاورام اللي هي اسمها PSA الPSA ده هي بتقول لنا اذا كان المريض ده محتاج حاجة اكتر من كده ولا لا اكتر من مجرد الدلات الاورام دي ولا لا لو PSA طلع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسا بعمل الحكاية دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من برسطاتها للأسف الكلام ده هوت تغير جدا الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدامه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص اورام برسطاتها مبكرة يعني مش اي واحد PSA بتاع مرتفع اخد له عينات لا ده انا بروح ام بعمله الاول رانين مغناطيسي هو نوع معين جدا من انواع اللي رانين مغناطيسي اللي هو اسمه والأسف انتشاره محدود جدا لانه هو محتاج خبرات طويلة جدا من زمان نتكات الاشاء عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الامر اي بيقولي اه والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتد ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز التراساوند او جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغناطيسي يعني باخد الاسي دي بتاع الرانين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور التراساوند يشتغل الجهاز بيقوله خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز صغير جدا من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكباية دهية فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن ان المريض جدا يكون عنده ورم خبيس وانا ما اعرفش اجيبه بالتقنية الحديثة دهية خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده الجهاز ده بيدمج السورطين على بعض يحطون فوق بعض فدكتور الالتراساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كانت عشرة نشر في المية بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت المين دي بتقوله بالظبط ياخد من الحتة دي في الحتة دي بالظبط هتلاقي كمان معلم له في الصورطين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة دهية ما كانتش تبان في القطرة صعب لوحده عشان كلكم بناخد عيناتها شوية تلوقت لما بدمج الصورطين مع بعض يقولنا المنطقة دهية بالظبط وبيعلمها بضقة شديدة جدا وشوفوا الإبرة هي داخلة بتاخد العينة من المنطقة بالضبط عشان كده هو بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الآن من الحكاية ده لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة ناخد العينات بتابع نسبة تشخيص عالية جدا عزيم احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي اي ده اول خطو بعد كده الام ار اي بعد كده نعمل الجهاز الازي يدمج الامر اي الالترا ساوند الازي يحدد بدقة انا دخل اخد العينة من فيك بالضبط ده حاجة رائعة موجود عندنا موجود عندنا ما شاء الله لان ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاك اللي حصل ده هوت في الالترا ساوند والامر اي او اللي هو الارانين المالاتيسي اغير مفاهيم العلاك تماما احنا كان عندنا كل العينين ده همت كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان منتشر في جسمه نعمل له علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعي حسب او فيها مراحل متأخرة او علاج كيميائي لا اتلوقتي يبقى الموضوع غير كده نفهم ان اورم برستاطة دي مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفة طب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي في القوضة دي كلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فابتدأ يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو دهوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة الالاج الموضوعي والبقري دهوت الكارتون ده بيوريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورطين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرصاتة كويس جدا ده اللي هو الجهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشرق بيشوف البرصاتة بيقوله بالضبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله اعالج اني حتة بالضبط معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم اللي هو في الحتة اللي مين دي اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالضبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قوضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالضبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة عن نوع الاجهزة وهي دخل على الورم بالذات تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر اي او الهورانين المغناطيسي ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالضبط يعني هي دي الحتة اللي اشتغل فيها ودي الحتة اللي احط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اخلص على الحتة دي بالضبط ما بوصل برصاتها كلها ما عيرتش عيان لعملية جبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة دي هيت بقى اقدر ان انا خلص عليها زي ما نشوف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقى عدت في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مفتفعة جدا التجهيزات دي هيته عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن انا في شايفه ان هو زي الاصدق عليه تعال علاج الزكي صحيح ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي في دوره بزبط كده هو بياخد البقرة دي بالزات يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هلا ايه هو تودمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالزبط في المكان اللي هيشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول عشان يخلص عليه خلص وابتدى يبا فيه درسات كثيرة جدا وتوري ان دي نسبة الشفاء من المرض مقابلة جدا للإستوصال الجزري للبرستاطا طالما ان الورم لسه ورم في بقرة واحدة او بقرتين مثلا او على الاقل مثلا مش مواخد اكتر من نص فص من البرستاطا فقدر اشيل نص الفص بكله فالصراحة سهلت جدا على المريض سهلت جدا على الطبيب في العلاج بالمقارنة المريض ده هو تبيعمل الهواء العملية ديت بيخرج بالليل في نفس تاني يوم ينزل شغله عادي خلص لكن كان دايما يجي لنا السؤال في مخينة طب افرد الورم رجعتين افرد بعد شوية اكتشفت بقرتين اعيد العلاج تاني اعيد نفس السيكونس من الاول ابتدي باردك بالرنين المغناطيسي ادمجه مع الالترا ساوند اخد العينات اتاكني ديها واروح اعمل للعلاج ده فبقى ممكن المريض يعيد العلاج ده مرتين ثلاثة في حياته طالما انه هو للصبورة واحدة هذا السويب العلاج الرائع جدا بس يعني هيستفيد جدا منه المريض الذي يستمع لنا اللي يتعلم الثقافة ديه طبع على نفسه ما هي المسألة تبدأ عند المريض بما انه الاعراض ما فيش لازم هو يتحرك في الاول يعمل البي سي البي سي صح كده صحيح يعني ده اهم بقى ده الكيك اوف بتاع الحركة ده اللي احنا خلاص هنلعب رمية البداية ان انا ادور على البي صح صحيح من الابراب اللي ممكن ما يصلحوهاش هذه التقنية هو ورم البرصطات زي ما اتفعنا انه هو مش لازم يبقى بورها يعني هو اولا خلينا نبتدي انه تلوقتي احنا حديثا نبتدينا في اخر خمس سنين نقسم ورم البرصطات اعمال البرصطات ديك مش كلها مهمة زي ما احنا اتفعنا انه في عينين بتعيش وتموت من اسباب اخرى لا يعرف عنه حاجة ده حقيقة اغلب الناس كده لدرجة ان كان فيه دراسة قديمة لقيت ان حوالي خمسين في المية من الناس اللي عدوا سنة ثمانين سنة عندهم اورام خبيثة في البرصطات ده فيه دراسة راحت لابعد من كده كمان ان اللي هيعيش اكتر من كده يعني الصبت باورام البرصطات ممكن تصل لستين سبعين في المية طب الله ما بحصلهمش حاجة ليه معنى كده ان اغلب اورام البرصطات ما هيش اورام مهمة كنا زمان من عشرين سنة كلمة مهمة عاديش الناس يفهمها يعني ايه كلمة هذا الورب رغم الورب خميس مش مهمة مش مهمة لانه هو مش هامله اي حاجة وعادة ان الانسان ده هيعيش حياته عادي خالص هتوفرها ولا هينتشر ولا اي حاجة ويفضل في مكانه كده ولا حننعرفش عنه حاجة لما احنا كان عندنا في الثمانيات والتسعينات نوع من انواع الفورة ان احنا في اكتشاف اورام البرصطات بقينا بنعمل كمية عمليات مهولة جدا من استصال الجزر البرصطات وكتشاف انا بعد شوية الله تمام تقفل العين ده عنده ورم اللي هو من اللي مش هامله حاجة مابتدناش نفهم طبيعة الاورام دي لفي اخر رأي ممكن عشر سنين انها مش كل اورام برصطاتة زي بعضية في اورام منها غير مهمة فاسبها كده وصاحبه ولا حتى عمل لها العلاج البقري في اورام خلينا نقول بقى ايه يعني ابتدت تتشاء شوية فمنتسميها low risk او قليلة الخطورة دي اللي عملها العلاج البقري اللي احنا قلنا عليه في اورام بقى بقى medium risk او اللي هي متوسطة الخطورة متوسطة الخطورة دي كلها مش حاجات نحن كل دكتور اللي رأي لا ده هو في جداول جداول دي يحط المريض في عديمة الخطورة قليلة الخطورة متوسطة الخطورة شديدة الخطورة متوسطة الخطورة دي بقى لا دي بقى اللي احنا ندخل فيها في الاستصال الجزري للبرستاطر أما بقى شديدة الخطورة فدي بقى لازم نستخدم لها كل حاجة عندنا يعني أي حاجة في قدينا وفي جوبنا والشرافة نستخدمها من عين دا لأنه دي الأورام دي عايزة تخلص عليها عايزة تخلص عليها أغلب الأورام هي تقع في يعني وده من خصنا حظينا كلنا إما عديمة الخطورة إما قليلة الخطورة إما دخصة الخطورة الأورام هي شديدة الخطورة دي قليلة قليلة جدا فمعنى كده إن أغلب المرضى هيتعالجوا يا إما ولا حاجة مش هنعمل أي حاجة خلص يا إما العلاج البقري اللي احنا شفناه دا هو يا إما الاستصال الجزري للبرستاطر استصال الجزري للبرستاطر دا هو التطور جدا بقى الموضوع سهل جدا تلوقتي بقى بنعمله تلوقتي بمناظر البط ما بقاش بقى نحن نفتح بطن العيان ونعمله عاملية ضخمة جدا ويقعد المريض في المستشفى أسبوع عشر ايام لا بقينا نعمل مناظر البطن ومناظر البطن تتطورت جدا في آخر خمس عشر سنين فخلص العملية أسهل وأسهل مناظر البطن قفزت بهذه العملية إلى منطقة آمنة جدا كمان طحيح يعني دا استكمال العلقة سابقة عن مناظر البطن يعني الجزء دا برضو مهم قوي لأنه هيورينا عظمة مناظر البطن في التعامل مع الاستصال الجزري جزري يعني كله صحيح مناظر البطن حصلت فيها طفرة كبيرة جدا يعني الطفرة دي محصلش فيهم وليلة مناظر البطن زي من شايفين احنا منفتحش بطن العين خالص احنا كل الموضوع من اعمل فتحات صغيرة جدا حوالي نص سنطي 3-4-5 فتحات كل واحد نص سنطي ومندخل عشان نشوف الأجهزة اللي جوا ومنعمل نفس العملية بتاعة الفتح الجراحي بس من غير ما نفتح خالص ودي طبعا ليها تأثيرات ايجابية جدا زي ما انتشوفين في الصورة داية وزي ما شارحنا في حالات مناظر البطن ان ما مبتحش بطن العين عدم فتح بطن العين دي ليها تأثير ايجابي كويس جدا ان بطن العين ما بتعررش لهواء الغرفة العمليات ما بتعررش المايكروبات ما بيحصلش فتح جراحي بيخلينا كمان الريكافري بتاع العين سريع جدا في نفس اليوم يوم يتحرك الاتشفاء سريع جدا جدا يقعد يوم يومين في المستشفى ويقر ما عادش فيه الجرح الكبير لا ما بقاش في الجروح داية خلاص دا جرح اوبن دا جرح كبير لكن اصبح الجرح حاجة تانية خلاص صغيرة جدا ما بقاش موجود الجروح الكبيرة مناظر البطن زي ما احنا قلنا قبل كده تطورت جدا بقت فيه مناظر سلسية الابعاد بقى فيها الالات الروبوتية بقى فيها يعني دي مثلا جروح مناظر البطن دا كاد تكون غير مرقية مش بس كدو كمان عدم تعرض بطن العين لجو غرفة العمليات دا بيخلي المريض يعني يتحسن بسرعة كبيرة جدا كمان التكبير بتاع مناظر البطن دا بيخلي فيه دقة كبيرة جدا جدا في ان احنا نعمل عملية دا الفيديو دا هوت بيوري كده هوت احنا ازاي بنعمل العملية بتاعت السجل للقصصات اول خطوة فيها ان احنا بنشيل الغدل اللينفوية احنا بنشيل الغدل اللينفوية دي حاجة مفروضة انها صعبة لان هنا سهلة جدا ها شايفين تكبير ضخم جدا تكبير عشر كمستاشر مرة بنشيل كل الغدل اللينفوية هي بسهولة جدا من غير ما يحصل حاجة وبعد كده من بدخل على البروستاطا زي ما تشايف في تكبير ضخم جي كان يقعد في وطن العيان من جوه مفيش فيها انها مثلا انا دي حاجة مش شايفها او حاجة بعملها عمياني او حاجة زي كده النزيف فيها يكاد يكون منعدم او فقدان الدم قليل جدا رغم ان المنطقة ده هي منطقة عميقة جدا في القوض ومن المناطق اللي هي صعب الوصول لها ومن المناطق اللي هي بيبقى فيها بيحدث فيها كثيرا جدا نزيف في العمليات التقليدية زي ما شايفين احنا منشلش بلوستاطا بس ده البروستاطا بالحواصلات المنوية بالاحبال المنوية من غير منكون شايفين يعني ده اللي ورانا المستقيم بنشل الكلام ده بسهولة جدا بنحافظ على الاعصاب بتاعت الانتصاب ده كل دبسة جينوطة مهمة جدا انه كان يعتقد انه استقصال البروستاطا الكامل هيؤدي الى العجز كثيرا صحيح دلوقتي بقى انا منقدر نحافظ على الاعصاب بتاعت الانتصاب طالما انها مش وصل لها الوراء بعد ما منستعصل البروستاطا لازم بقى هنوصل المسانة بمجرى البول هنا التكبير الكبير جدا الالات اللي هي الروبوتية ده هي تخلت الموضوع ده هوتي بسهل جدا في عميله مش بس كده دي خلت كمان انه المضاعفات اللي بتحصل من الحتة ده هي زي الضيق اللي ممكن يحصل زي انه يبقى فيه بول كتير يطلع ده توصيل مجرى البول ده يصل مجرى البول شلنا بقى خلاص البروستاطا فلازم نوصل بقى المسانة بمجرى البول عشان كأنه تيوب واحدة كأنه أمبوبة واحدة متصلة لاننا خلاص ما احنا شلنا البروستاطا بالمحتوى اللي فيه بزر فهي دي تقع البروستاطا يمر منها مجرى البول صحيح عشلنا جزء من الأمبوبة فنوصل بقيت الأمبوبة ببعض عشان يستمر التباول صحيح يعود الإنسان للتباول بعد قد دي تباول طبيعي من يومين لثلاث أسابيع لأن كل بني آدم مختلف جدا جدا على الثاني في التأم بتاعه فممكن بعد يومين أشيل الأسطرة ومريض يتباول خالص وممكن لا يتأخر الموضوع لمدة الثلاث أسابيع طبعا بيعايش عادي بالأسطرة لا بيخرج المستشفى بعدها بتاعة أربعة ايام في بعض أحيان يومين يعيش حياته خالص عادي خالص في بعض الناس بالأسطرة ديت من تحت هدومهم مش باينة يروح الشغل بتاعه يعيش حياته العادية خالص من غير أي مشاكل خالص طبعا الضغط اللي هو المرتفع في بطن اللي حنتشغل بغاز فالضغط المرتفع دوت كمان بيخلي فقدان دم أقل وأقل كمان بيضغط على الأوعية الدموية فما يخليش يحصل أي نزيف الموضوع ده ده بالنسبة للناس اللي هم اللي عندهم الأورام موجودة داخل برصاتها ما خرجتش منها في بعض الناس بيكون الاكتشاف الأورام دهيات متأخر شوية على كده طب هل ده معنى كده وتأن الأمور بقت سيئة؟ لا خالص إحنا عندنا علاجات حديثة ممتازة جدا حتى لو الورا منتشر بره البرصات عندنا علاجات سهلة زي العلاج الهرموني عندنا علاج إشاعي لو إن الموضوع متطور شوية هنعمل علاج إشاعي وهرموني في بعض الأحيان حتى لو علاج إشاعي وهرموني منفعش عندنا علاج كيميائي بس العلاج كيميائي هنا في أورام برصاتها أعراضه جانبية أقل كتير جدا من العلاجات الكيميائية الأخرى في الجسم فمعنى كده إن مهما كان المرحلة اللي تم اكتشاف فيها ورمى البرصاتة اللي عندنا أمل وعندنا الحمد لله تطور كبير جدا يوم عن يوم بيخلي إن فيه دايما أمل في شفاق هذا المريض بإذن الله عشان نجمل للرجال اللي أكيد بتفرجوا النهاردة هذه الحالة ملاقاش علاقة بالستات البرصاتة لا توجد في الست فالرجال اللي بيتفرجوا علينا أو زوجاتهم دلوقتي اللي بيتفرجوا عشان نجمل لهم النصائح الأساسية حتى يفهموا الطريق الجايدلاينز الطريق واضح محطاته بينا إزاي من أول بي سي اي لغاية إنه ممكن جدا يكون فيه علاج هرموني المحطات هي إجمالا بعد الملخص اللي احنا قلنا هو إحنا أول نصيحة لازم نقولها للرجال بعد سننا خمسين سنة جزء من المتابعة اللي بتعملها سنويا أو التشاكب اللي بتعملها كل سنة اللي هو البي سي بتاعك يا رغم احنا في وقت ما الوقت كنا منهم متعملوش كده هو لا تلوقتي رجعنا تاني لأن باقينا نعرف نصالنا في الناس بعد ما نعمل البي سي بإذن الله دايما يطلق أواطي لو طلع أكثر من المعدل الطبيعي هنمتدي نفكر في الـ MRI لو بعدما الـ MRI لو الـ MRI قال لنا إن في حاجة إلينا يبقى هنعمل اللي هو الدمج ما بين الـ MRI وناخد عينات لا قدر الله طلعت إيجابية لو ورم في بقرة نقدر نخلص عليه بالليزر لو ورم أكبر من البقرة يعني واخد جزء كبير من البرستاطا نقدر نعمله الاستقصال الجذري بمغزير البط لو الورم متشع عن كده هنفكر في علاج هرموني يمكن معاه علاج إشاعي لو ده ما نفعش منفكر في علاج كيميائي الحقيقة شرف كبير لنا زيارتك شرف كبير لنا فعلا وشرف كبير للإعلام كله إنه يخرج صوتك كرائد قدير وأستاذ كبير في عالم المسالك إلى الشعب العربي كله لأن إحنا رواد في المسالك في المنطقة العربية يعني مصر أعتقد إنه في برانش المسالك أي حد بعيد عن المنفسة معنا صح؟ صحيح بلا قد يعني غرور إحنا مش بناف بس المسالك لا يعني في برانشات كده محدش يقرب منها في إحنا في المنطقة الشرق خلاصة بل في العالم لأنه عدد الحالات على فكرة الموجودة في مصر عدد كبير جدا في العالم فلما نقول إن الجراحين المسالك المصريين من أقور الجراحين في العالم دي مش مجاملة ولا إدعاء ده العالم كله عارفه إحنا عدد الشغل بتاعنا ما شاء الله كتير وده ده الجراحين المصريين يعني قوة شديدة للغاية وكمان عائلة المسالك عائلة تعليمية يعني بيحبوا من أول بقى يعني الرواد الكبار مرورا لغاية وجود طبعا حضرتك أحد الرواد بس يعني أسماء رنانة حتى نسمعها إحنا في عالم البطن فأنا متشكد جدا للزيارة ضيف العزيز الأستاذ دكتور حسن الشاكر أستاذ جراحات المسالك البولية جماعة عين شامس والزميل جماعة تورينتو وماكلب كانت عضو جماعة جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس المساشة الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور الأستاذ الدكتور يوسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمد الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيفي العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والاسم الجراحي الكبير أستاذ دكتور يوسري الحميلي منورنا فاندم وهذه الزيارة نسعد دائما بها شكرا جدا الحقيقة نعايز أبدأ بأنه كثير من الناس تتخوف من جراحات العمد الفقري وتخوفها يعني من القديم منطقي كان الناس تعتقد أنه هعمل عملها في العمد الفقري هخرج بمشاكل جمع نتيجة التدخلات الكبيرة الآن ظهر ترمي جراحي ومصطلح طبي مهم جدا اسمه جراحات محدودة التدخل عايز ألقى الدق على المنطقة الحقيقة طبعا فيه مثل بيقول الحاجة هي أم الاختراع لما كان العمد الفقري جراحاته صعبة جراحاته دقيقة جدا حساسة النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائما بتبقى دون المستوى هنا يعني انكبى البحث العلمي على أشياء كثيرة جدا استحدثت وعايز أقول ان جراح المخ والعصاب والعمود الفقري هم أكتر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي حقيقة والمثل الأكبر اللي بسوقه دايما ان احنا أول ناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي وبنسمى احنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي لتطويع هذا المجال الصعب جدا للخروج بنتائج عالية جدا والإجراء عمليات كتير جدا كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة ان احنا نشتغل بنفس الاسلوب والنظام والطريقة التقليدية خوف المريض مبرر ويحترم جدا جدا لان المريض بيخاف ليه اما انه شاف مريض عمل عملية والنتيجة وحشة جدا جدا او انه شاف مريض عنده مشكلة في العمود الفقري وتعرض لعجز بعد عملية والكلام ده موجود في مجتمعنا ودايما بقول برضو لما بتبقى ماشي في الشارع فيه مئة واحد ماشي فيهم اتنين عندهم مشكلة شلل أو ضعف أو انحناء أو تقوص أو ظهره تعبه هتشوف الاتنين دول مش هتشوف التمانية وتسعين وبالتالي العمليات النجحة ما بتتشافش قوي لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه فدائما بقول المريض ما تبصش للامثلة السيئة بص الامثلة الجيدة وبص للعينين اللي احنا بنعملهم العمليات وبص للطفرة اللي احنا احدثناها وادخلناها في مصر من تطور علمي وتكنولوجي ومن تقدم بص النتائجنا في العمليات وعشان كده المريض اللي بيبقى جيني عن طريق مريض عامل عملية هو ده اكثر المرضى اللي بيستفيد لانه بيسمع الكلام وبيطبق تعليمات بشكل يعني مثالي عايز اقرب يعني ايه محدودة التدخل محدودة التدخل هو ان احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جدا اللي كانت فيها حاجات كتير جدا بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري لان انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح انت محتاج حاجتين انك تحقق الاهداف اللي العملية داخلها تعملها لو انا هشيل غضروف هعمل تثبيت لفقرة هعمل توسيع للقناة العصبية هعمل استقصال ورم محتاجة عمل الحاجات دي كلها من غير ما غير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري ومن ثم لما نشوف عملية بالمنظر زي كده هنا الغضروف اهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جدا حجمها اقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من العصب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عاملنا عصب اسم عرق الناسة ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة احنا مش لناش عظم ما فتحناش حاجة في العمود الفقري وبالتالي ما احدثناش اي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل في كونها لم تحدث اي تغيير في التركيب الطبيعي كياني عندي غرفة مقفولة وانا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي انا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح طيب العمليات تقليدية كتبار عن ايه ان انا بهد حيطة وادخل عشان اعمل اللي انا عايزه اهد حيطة وادخل اعمل وارجع بقى يقابني الحيطة دي هابنيها هل هقدر هل هسيب قصار هل هدمر طبعا والفرق ما بين الاتنين كبير جدا جدا هقف قدام نقطة مهمة الجديد دايما الجراحات محدودة تتدخل فيها جديد طبعا لان هذا المجال يتطور ويتطور بسرعة والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبة له الموضوع خطوات انت خطوة استبدلت بخطوة بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرق على العمليات النهاردة مثلا لما بنواصلوك مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات وتزحلق في الحمام وقعت كسر وبي عادة بيبقى سنو كبير عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل كبيرة تدرش تديله حتى إبرة بنجي الفقرات انهارت زي كده نتيجة ان المريض ده عنده هشاشة هتعمل ايه؟ علشان تعمل عملية وتثبت الفقرات دي معضلة كبيرة جدا المادة اللي هتثبت بها هتفلت من مكانها النهاردة بنعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده بندخل ببلونة ننفخ الفقرات والفراغ اللي تنفخ ده بنحط فيه مادة اسمنت عصبي بتتصلب في خلال ثلاث دقايق بتتحول من سائل الى مادة صلبة اعدت تكوين الفقرة دون ان تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا 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 والمريض ده الجميل انه بيعمل عملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل منعه على طربيسة العمليات فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير ثلاث او اربع شهور ويلبس حزام ويدخل يعمل عملية هتستغرق ثلاث اربع ساعات وممكن يطلع على الرعاية المركزة بحاجة خطوة بسيطة جدا بمخدر موضعي هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومؤكبة التكنولوجي والفرق ما بين ان احنا نقف عند الحجر الصامت بتاع زمان طيب وحضرك بتقول الحكاية دي قدامي قضية مهمة القضية دي عبارة عن ثلاث طرق ثلاث طرق ببعا بنشوف احنا في المجتمع الطبي ثلاث طرق دول كالآتي فيه ناس لا تتقن جراحات متقدمة في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلا وبيطوع كل حاجة لهذا المنظار بيقول ان انا بعمل بيه كل شيء ده طريقة طريقة تاني لا يتقن الحداثة ولا يؤمن بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالاسلوب التقليد الطريقة التالت اللي هو الطريقة القويم اللي هو بيتقن المفروض كل حاجة عايز حدك توضح للقضاء دي المريض يعرف ازاي هو قدام مين هي طبعا اهم شيء في الموضوع منظومة المريض الطبيب والمستشفى طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة وانت تقدر تعرف ازاي اعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فين ايه المستشفى اللي بيعمل فيها الامكانات بتاعت المستشفى دي كل مكان الجراح عنده امكانات وتولز يعني ادوات مساعدة كثيرة جداً كل مكان راجل لعيب زي ما بنقول كده يستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية يعني اللي يقدر يستخدم المنظر بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم معه الميكروسكوب هيقدر يستخدم تقنيات الليزر هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية كل ده احنا بنتكلم عن حاجة واحدة الاساس فيها ان انا يبقى عندي امكانات اقدر اطوعها للعملية الجراحية ببقى عامل بالزبط زي مصمم الازياء انا افصل فستان بلوزة اميس بشكل كويس جداً يتناسب مع طول ووزن والمريض واحتياجات والفشن والموضة هو ده الفرق مبين واحد حديث وفرق مبين واحد تقليدي ده الفرق مبين واحد الناس بتاخد تجربه وشغله وتعممها وتعمل زيها ما انت مصمم الازياء لما بيعمل قطعة واحدة بيتتقلد وبيتعبل زيها كتير جداً النهاردة الجراحة المتبيز بيتقلد يعني انا تلمزتي يجي يقولولي فلان بيعمل فلان بيقولوا انه بيعمل زيك فلان انه بدأ يغير في اسلوب جراحته ده حاجة كويسة جداً حاجة تسعدني ان انا اعمم التجربة المفيدة وابقى مثل يحتزى في المجتمع اللي انا فيه والنهاردة لما المريض بطل كتير جداً من المرضى يحتاجوا انه مسافروا للدول الاوروبية عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بتعمل في اعرق الدول المتقدمة وبناخد الكلام ده النفس به في المؤتمرات خارج مصر النهاردة معظم الاخوة العرب استفادوا كتير جداً من وجود التقنيات دي في مصر السؤال بقى يعني برضو العلمي هل هناك جراحات ماينفعهاش حالات ماينفعهاش جراحة محدودة التدخل المفهوم لا يعمم لكن المفهوم يطبق بمعنى ان انا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التدخل لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التدخل الاسلوب والطريقة بتاع الانسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض ان ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين وزاي ما بقول دايما احنا دي كلها عندنا ادوات مساعدة انا هستخدم ايه؟ اه المريض بتاعي محتاج ايه؟ لو المريض بتاعي محتاج كل الحاجات دي مع بعض اعملها له ليه لا؟ ده كده احنا مثلا في فيديو ازاي بندخل بالمنزار لان برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة انه يدخل اعملية غضروف بالمنزار هو مش عارف يعني ايه غضروف مش عارف مكان الغضروف شكله ايه وضعه شكله ايه يعني وعلشان يجي الاستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه فاحنا بنساهل على الناس ده الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات احنا بنشيله قطعة قطعة زي ما انت شايف كده بعد ما بنشير الغضروف ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروف وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته الوسيلة دي بترجع الفقرات الى مش هنقول سابق عادة قبل الاصابة بالانزلاق الغضروفي ولكن بتبقى وسيلة استعاضية الدعامة دي اهو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات الى الوضع الطبيعي والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية او مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق وده عمنا بدأ بدعماته مسامير من الخلف مسامير متحركة ما هياش استاتيك يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضرة يعني هي يتحرك هيقدر يوطي هيقدر يصلي هيقدر يسوق هيقدر يتعامل حتى لو بيلعب كرة وممكن ينزل يلعب كرة بهذا الشكل ما بقناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا وهو ده المفهوم المفهوم ان كل حاجة عندنا ربنا عملها لنا غالية جدا قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل الناس بتفهمها وبعض الناس المعادية للحديث ما فيه ناس ما بتعرفش تعملوا ما عندهاش امكانات وهو كل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في اي مستشفى على الأد عشان يوفر في الفلوس فيقول للمريض لا ده المنظر مش هينفع يعملك ده اصل الجراحة محدودة التدخل محدودة يعني مش هتعمل كل الخطوات بالعكس دي بتعمل الاكتر من الجراحة العادية يعني الخطوات كلها بتتعمل دون ان نحدث اي عطب او تلف في العمود الفقري هارجع للنقطة المهمة اللي نقطة الربكة بين عند الناس في انهم ما بيعرفيش فرقوا بين محدودة التدخل والجراحة الملاحية يعني دي بقى حاجة محتاجين نفهمها للمرضى لانه اكيد كتير منهم هيجي نتكلموا عن محدودة التدخل وقولي يعني حدودتك تعمل لي جراحة ملاحية او العكس في معظم الجراحات محدودة التدخل احنا بنحتاج تقنية الجراحة الملاحية في المعظم اللي لم يكن الاغلب او الكل لي الجراحة الملاحية دي هي عبارة عن ايه زي ما شرحت قبل كده هو لو انت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنفيجيتور وانت باي دك زرار تدوس عليه تشغله وانت طالع رايح مشوارك هتشغله ولا مش هتشغله اكيد هتشغله خصوصا لو كان الجهاز ده بيديك احداثات الطريق الخريطة بيديك المرور شكله ايه في المكان ده وشكله في المكان ده بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقتها ديه ولو هتتأخر هتتأخر فين بالزبط وبالتالي انت معاك الامكانات دي لو انت ما بتستخدمهاش يبقى انت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا بالتالي لما حب اعمل جراحة محدودة التدخل يا حبزة لو انا بستخدم الجراحة الملاحية الا في حاجات بسيطة جدا لو انا بعمل تسليق عصب هستخدم المنزار بس لو انا بعمل يعني حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن استخدم المنزار فقط دون الاحتياج الى الجراحة الملاحية زي ما بقول هي برضو امكانات احنا هنا بنعمل استقصال غضروب بالمنزار لو انا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي انا شغال فيها على صورة الاشعة بتاعة المريض هتفيدني في ايه ان انا اتأكد تماما ان انا شلت الغضروب بالكامل لم اترك اي شيء واتأكد تماما ان انا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها نتيجة العملية هتبلي في وقتها انه يبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استقصال الغضروب وشكله قبل ما استقصال الغضروب وهقدر اقرف الفرق ما بين الاتنين وانا موجود والمريض معايا في طرابيسة العمليات يبقى بالتالي كياني عملت اشعل المريض ده اتأكد منها ان انا عملت اللازم في العمليات بتاعتي هنا سؤال ذاكي الانزلاخ المظروفي عموما العنقي تحديدا في السؤال هل لابد ان كل انزلاخ المظروفي وعليك بالجراحة لا طبعا احنا 85-85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة بس فين بقى المريض اللي بيجيلك بدري المشكلة دي في ملعب المريض اتأخر على ما يجيه قعد لحد ما حصلت مضعفات قعد لما بقيت فيه مشاكل او بيروح له دكتور غير متخصص او بيروح له دكتور ويكتفي برجلتة علاج او مسكنات وما بيعملش اشعاعات تقول احنا عندنا ايه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة اولى 80-85% بيتم علاجه وعلى تحفظه طب المريض اللي جاه بعد المشكلة دي ما حصلت بعد بقى فيه مضعفات تنميل في اليدين ألم بطولة الزراع تنميل في الرجلين ضعف في عضلة ايده بتترعش لما يمسك الكوباية بدأ يحس ان رجله بتخص لما بيلبس الشراب يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي او في ايده يحس ان فيه ايد اضعف من التانية فيه ألم بدأ يجي بين الكتفين هنا بقى انت هتعمل أشعة هتلاقي غضروف طالع ضغط على الحبل الشوكي مشكلة الغضروف العنقي ان فيه حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله في كل الاعصاب بتاعت كل حاجة واحد يجي يقول لي يا دكتور انا عندي تنميل في رجلي اقول له فيه غضروف عنقي بعد التشخيص والاشعات معقولة هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل ايه جاب الرجل للرقبة الناس بتنسى ان ده العضو الاساسي اللي جايب كل الهمزة الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي بيمر في الفقرات العنقية الكلام بقى النهاردة في الجراحات محدودة التداخل الجراحة الملاحية الجراحة بالمايكروسكوب الجراحة بالمنظر خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جدا جدا وخصوصا لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشير غضروف ونحط غضروف صناعي هنا بقى بالمريض بيرجع يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة وفي خلال ساعات بعد العملية فالتكنولوجي هنا ادينا طفرة كبيرة جدا بدأ المكانة العملية بتتعمل من الخلف لا بنعملها من قدام بدأ المكانة العملية فيها جرح كبير وغرز واوة مفيش غرز خالص بدأ العملية مكان بيتعامل فيها مع غضروف أو اتنين على أكثر تقدير بنقدر نعمل لحد خمس فقرات المريض اللي بيفقد الغضروف ما بقتش مشكلة بقى فيه غضروف صناعي بيركب مكان الغضروف أهم من هذا كله إن المريض ده بيطلع أول ما يفوق البنج يقدر يحرك رقابته آه يقدر يقدر يقف على رجل ويمشي يقدر يقدر يوط ويصلي آه يقدر ما بيحتاجش يلبس حتى رقبة تسند الفقرات لإن احنا مش محتاجين الكلام ده لما بنبص هنا الآلات دي مكبرة بشكل كبير جدا يعني لو شوف حجب الفقرات نفسها كبيرة فلما بندخل بندخل بآلات دقيقة جدا من فتحة صغيرة قوي كلها آلات مايكروسكوبية بنعمل إيه بنشيل الغضروف وبنعمل مكان زي بيت نحط فيه الغضروف الصناعي علشان يبقى راكب آه سيكيورد ما نحتاجش بقى نحط رقبة ولا المريض ده لو تانا رقبته هيحصل حاجة ولا الكلام ده والأجمل من هذا كله إن المريض ده بالعملية اللي زي دي حفظنا على الغضاريف في الفقرات المجاورة لإن أنا لما هعمل الغضروف ده وأحط غضروف صناعي هيخلي الفقرة دي رجعت تتحرك بـ 85 إلى 90% من حركتها الطبيعية وبالتالي مش هيبقى فيه حركة على الفقرات المجاورة زائدة زي ما هيبقى في الجراحات التقليدية وبالتالي المريض ده مش هيعرض الفقرة اللي اتعمل فيها الغضروف دي مستحيل يرجع فيها الغضروف والفقرات اللي فوقها واللي تحتها كمان أنا حامتها بالعملية اللطيفة دي اللي أنا حطت فيها غضروف صناعي يركب مكان الغضروف اللي تشال ورجعت المريض ده بيعمل بقى كل حاجة هيوطي يصلي من أول يوم ويزبط في الأرض ها هيوطي يصلي هيسوق عربيته هيسوق عربيته هيقعد على المكتب هيعمل كل حاجة وبالتالي احنا هنا العلم خدمنا في هذه الجزئية هنحط حاجة مكان الغضروف اللي بز ومش بس كده ده ده محتاجين بقى نينام ونقعد خايفين ونعمل لا 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 هنعمل عمليتنا وهنخرج نتحرك فورا ونقدر نخرج من المستشفى في نفس اليوم على أكثر تقضيط تاني يوم هنقدر نرجع لشغلنا في غضون اسبوع نبقى عقديم بنشتغل ونعمل كل حاجة ده الجزء القديم أو التركيبة القديمة من الغضروف في أحدث من هذا بكثير جدا ما بنستخدمش فيها مسامير ولا 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 بشكل أدق وأكثر حرفية عن زمان كده عظيم عندي بقى سؤال بما إن إحنا كلامنا عن عنقي لازم الشارع يسأل عن القطني يعني لازم يسأل عن القطني وخصوصا إن فيه يعني ربكة عند كثير من الناس فيه مفهوم معين رغم إن إحنا بنحاول نوضحه بس تعالوا نسمع السؤال عشان نشوفوا الربكة فين بالضبط اسمعوا معنا أنا بس كمان عايزة استفسر عن العرق النساء والانزلاق الغضروفي وإيه الفرق ما بينهم وعرف إمتى لما يجيلي الحاجة دي ده عرق النساء أعرف من إيه لما يجيلي الحاجة دي ده انزلاق الغضروفي وهل كل العمليات لازم فتح وعمليات والكلام ده كله ولا فيه تقنيات أحدث بالمنظار والكلام ده الجزء الثاني من سؤالك جاوبنا عليه اللي هو الجرحات محدودة للتدار ضحية الجزء الأول ليه زي ما نقول لك في الثقافة ناس بترتبك مش عارفيني أن الانزلاق الغضروفي ممكن يعبر عن نفسه بسورة تعريق النساء لأنه هو عرق النساء اسم عرق النساء ده عصب بطول الرجل من الخلف بيبقى مجموعة من الكابلات العصبية المجمعة ممكن انزلاق غضروفي يضغط على واحد من دول فيعمل ألم بطول العصب ممكن أكثر من غضروف أو ديء أو خشونة يضغط على عصبين منه أو تلاتة أو على الضفيرة كلها يعمل لنا ألم بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء ومش كل ألم عرق النساء هيبقى معاه انزلاق غضروفي لأ ممكن في بعض حالات يبقى فيه ألم في عرق النساء دون أن يكون هناك انزلاق غضروفي فالعرق النساء ده حيات كتير جدا ممكن تسبب له ألم غير الانزلاق غضروفي نزعب إلى جراحات المخ الغدن وخمية جراحات أورام المخ جراحات محدودة تتدخل هنا بقى ما بقيتش رفاهية أكثر منها احتياج أكيد نحن نتحدث عن نسيج مخي الإصابة فيه تعني أضرار كبيرة جدا ما فيش في الجراحة رفاهية الجراح الشاطر عمره ما كان عنده رفاهية لكن هو عامل زي لعب الكرة الماهر هو عايز يحقق أهداف وجولز معينة وبالتالي إحنا لما بنعمل عمليات محدودة التدخل ما هيش رفاهية إحنا في المخ بنعمل عمليات محدودة التدخل أبسط المثال أورام الغدن وخمية النهاردة بنعمل عمليات دي كلها بالمنظار عن طريق الأنف مزتها الكبرى إن المريض ده مش هيطلع عيبات في الرعاية المركزة مش هيطلع خايفين من تدهور في درجة الوعي مش هيطلع خايفين إنه ممكن يحصل له نزيب بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات من العملية وبالتالي لإحنا ما فتحناش الجمجمة من الأساس إحنا دخلنا عن طريق الأنف بالمنظار شلنا وراء من قلب المخ من قاعة الجمجمة دون أن ندخل من أي ثقب حتى في جمجمة المريض يبقى إحنا المخ نفسه لم يتعرض لأي اهتزاز أو أي حاجة تؤثر على وظيفه وبالتالي إحنا هنا بنتكلم عن مش طفرة في مجال العملية بس لأ دي كمان طفرة في النتائج بعد العملية لأن إنت لما بتعمل كمان عملية بالمنظار إنت بتشوف بزوايا 360 درجة كل أبعاد الورم أو الغضروف أو أو وبالتالي ما بقاش عندك احتمالية إنك تسيب جزء هيحتاج المريض يعمل له عملية بعد كده أو إنك إنت هتسيب جزء هيرجع يتكون عليه غضروف مرتجع أو هتسيب جزء في الورم هيرجع يرد على المريض تاني هنا إنت وصلت إلى حد الاستقصال الكامل بمعنى الاستقصال الكامل هل يعني الأدوار الخاصة أو التي ظهرت للتكنولوجيا جعلت الاحتماد على مهارة الجراح أقل أم أكبر؟ بالعكس الجراح اللي يجري هذه الجراحات لابد أن يكون جراح شاطر جدا 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 ودايما إحنا بتيجي استخدام أو تعلم مثل هذه التقنيات إزاي كان فيه عالم في الطبيعة كلنا عارفينه بيقول نظرية الانتخاب أن الطبيعة بتنتخد يعني إيه بتنتخد؟ يعني لما يبقى عندي 100 واحد ضعيف فالمية دول عندي 100 واحد 100 فرد فيهم 10 أقوياء وتسعين ضعيف اللي هيبقى ويتكاثر ويتناسل العشر أقوياء الجراحين اللي بيقدروا يشتغلوا في المجال الحديث ومحدود التدخل لابد أن يكون من أمهر الجراحين اللي بيتكونوا الجراحات التقليدية عشان يصل إلى ما يسمى بالهرم التعليمي قمة الهرم قمة الهرم التعليمي في العمليات أن أنا أوصل إلى أن أنا أبقى ماسترينج يعني بعرف أعمل كل حاجة في التقنيات القديمة التقليدية وأرتقي أن أنا أتعلم الحديث ومن ثم أشتر جراح في العمليات هو الجراح اللي بيستخدم التقنيات الحديثة لأنه يقدر بمنتهى البساطة يعمل التقنيات الغير حديثة والبدائية والبسيطة وعشان يتعلم الحديث لازم يبقى عارف الحاجات التقليدية دي بطلاقة شديدة جدا فمفهوم الناس اللي بتيجي تقول أنت بتعمل لي عملية بالمنظر عشان مش عايز تعمل عملية تقليدية هو أنت بتعرف تعمل عمليات تقليدية لا أنا ما بستسهلش أنا باختار الصعب لإني أتقنت الصعب والأصعب فبعمل لك الصعب علي أنا أنا أوي لكن سهل لك أنت أوي 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 ونتيجه أكيد لك أنت أحسن بكتير أوي أوي وإيه اللي ما كانش ده يبقى مصاف وده رقم واحد في الدول المتقدمة حتى لما بتسافر الدول المتقدمة عشان تعمل عملية انزلاغ ودروفي مش كل الدول عندها ناس بتعمل عمليات بالمنظر والمايكروسكوب والجراحة الملاحية والدول المتقدمة مش كل الجراحين فيها ودي معلومة يمكن ناس ما تعرفهاش مش كل الناس فيها بتعمل بالطريقة دي برضو عندهم مشاهير وبرضو عندهم أسماء كبيرة لامعة بتعمل الكلام ده وهي اللي منوت بيها التطور في مثل هذا المجال خلي بالكم من جسمكم خلي بالكم من عمودكم الفقري وما تتحوروش واعرفوا ان الستر الرصيد الستر رصيد يعني كل ما تساعتك هتسوق أسرع كل ما ساعتك هتتتحور تعمل غرز تركب متساكل من غير متاء بتكون يعني وبسرعة عالية ركوب المتساكل في حد الزات وده تهور يعني المتساكل في حد الزات وده تهور ده تهور ده رأيي الشخص يعني كل ما هتسحب من رصيدك من الستر ربنا سبحانه وتعالى هتطلق رصيد على حسب أعمالك برضو من الستر كل ما تسحب يعني ولذلك لما تشوفوا بعد الحوادث يعني ده ستر ده كان هيروح ده ستر اهو ده فلت ده عنده رصيد رائع من الستر ده شوف بصه ده 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 يعني الواقف العربية ده فلت ده برضو نزله رصيد من الستر كل ده رصيد من الستر ما هو فيه مثل بيقول ايه اهو ده لا تلحق ده ده كراح ينتحر ده مش ده ده تلحق يعني دول كلهم ربنا سترها معاه المعيزي كله فيه مثل بيقول مش كل مرة تصلم الجره اه بصه ده ده يعني ده 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 مدعيانه ده الا واقف ده اهو واقف يعني ولا بي ولا عليه وفجأة خد باله مشي مشي زهان من الحياة من حاجة عارف انه بص ده هو زعلان من عاجة خبطته برجله دي 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 الوحدها تحتاج الى ان احنا نقف قدام الرضا انت اه صحيح ده حقيقة يعني دايما بنقول كل ما انت اخدت بالاسباب كل ما ربنا يسر لك الامور ومش يعني الحياة مش همايوني عيب المصرين عندنا احنا شعب زكي جدا شعب لماح شعب قوي لكن عيبنا ان احنا حاجات كتير جدا بناخدها همايوني وانا اعتمد على مظلة السدر فيه اسباب لا بد ان تأخذ فيه اسباب ربنا بيهيئها لمن يكتهد لمن يكتهد بيساعد كتير جدا وده الحقيقة احنا بنالمسه عايز اقولك ان فيه عمليات جراحية في المخ مثلا وهو الواحد بيشتغلها من كتر ما بتبقى العملية معقدة وصعبة بيبقى في لحظة كده يتمنى ان هو ما كانش يبقى موجود اساسا ليه انت بتبقى على عاطقك مسئولية كبيرة جدا لكن بيجي ايه بيجي فرج عظيم جدا من عند ربنا وحقيقة انا بقولش الكلام ده للإعلام انا بقوله فعلا ان لله تعالى الفضل الاكبر والحمد في انه هو بيصنع من الانسان حاجة كويسة اذا اكتهد وانا حقيقة بلمس نعمة ربنا في كل حاجة ربنا الدهالي الحمد لله الحمد لله انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المتنوع ما بين الحديث في الجراحات محدودة التدخل مرورا بالجراحات الملاحية وذهبنا على الغضروف العقني وعرجنا على الغضروف القطني والنسى وألم ننسى وعطينا لجراحات البخ والغد نخمي حقها من العطاء فيهرس رائع وده متميز للغاية واسعدتني سعادة كبيرة شكرا نشكرين على الزيارة شكرا ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة رسول الدكتوريوس الحمري كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور شكرا